ياهااها ياحاي وعشك من الفاسك من اللحم هياقل drivers هاي الشني شني ياشني جو هاي الشني شني بأجدلني هاي شني شني في الحياة تيلي هاي شني شني كل شي مكشوف هاي شني شني من نشرى لدشرى هاي داني داني قرعني نصوّف هاي داني داني ياشوف تشوف هاي شني شني وقت المكشوف يا دلالي والفن التدفن يا غني غني أكلام ما يعني يا داني داني يا داني داني يا شني شني وصوتك معجبني يا شني شني ديك الثاطفة يا داني داني راحت الفكرة يا شني شني ولتها خافة يا داني داني يا راها دلفة يا شني شني والماش مبيور يا داني داني شكوال الفيفا هاي دني دني نبلي بالدموع هاي شني شني بيستو معريفة هاي دور دور والعرس منور جيبوا البتاتا وخروف مصور هاي شني شني الأذن تسمع والعقول توازن العين تشوف والقلوب مخازن سبحان الله الخالق المبدع في خلقه كل حاجة أخلقها رب العالمين فيها حكمة وحكم مشاهدين الكرام معزي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركته أزول في اللون مرحبا يسون أسلميون واش راكم وغاية ولبزوا أصدقائي الأطفال راكم مملاحة غاية ولبزوا وراكم مملاحة وراكم عجبين نية ولفتوا القرية ولفتوا الناشط وتبقى وهكذا الناشطين الحاجة والحاج وراكم مجمعين وقاعدين قدامنا وراكم قاعدين وراكم مبرونشين مع القناة القناة انتعنا ومع البرامج انت وانا كامل ومع حصة شني شني شو نشكركم على وفائكم وإن شاء الله رحين تعيشوا معنا وقت مليح وهيل وفيه لومبيونسا ايا دي ماري الموزيقانا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والادارين على ذيك انا قدت المسائل واذا الرسالة من طرف الناس اللي راهم في وضعية بريكير سيتيواشيون بريكير اللي راهم كاريين الناس اللي ما عندهمش كان اللي يخلاصلوا الكريا كان اللي يخلاصلوا الدراهم وراكم تعرفوا الكوفيد هذا الناس ماشي كامل اللي خدمته ماشي الناس اللي عندها دراهم معناها اللي كرا في العام اللي فات يعني راو ما خدمش معناها العام هذا ما عندوش بيخلص وما من الناس كي وعدوهم المسائل قالولهم بلي العام هذا يعني كين عملية توزيع السكنات وخاصة الناس اللي ما عندهش والسكنات الاجتماعية على غرار كل المناطق تا الوطن كين اللي كان عندهم رد فعل ايجابي وراهم وزعوا السكنات وكين اللي راهم عايشين واحد لاريتي سانس معندها شوية متخوفين ما لبرناش علاه المسؤول ما يخافش المسؤول يخدم يصدم خاصة اذا كانت عنده الثقة تامة والاخلاص وخدم خدمته يعني زواس والقايمة دايرها مليحة ومريقلة ولي كل ذي حق حق كين حوالي بلوس دو حوالي مئة ولا مئة وعشرين واحدة سكاني على مستوى بلدية بابا حسن يتساءل المواطنين اللي راهم الليهن قالك وين تتسربوا ناس ديها قولونا ندو ولا ما ندوش يعني بينونا الخيط الابيض من الاسود يال الموفيطون يال البوتون احنا نتمشيه ان شاء الله ونتمناه ان شاء الله ونتمشيه مع الحاجة المليحة الليه يال البوتون نروحوا الى الاجتماع اللي ندار البارح مع سيد رئيس الجمهورية مع طاقم الحكومي كل المجلس تاع الوزارة تاع الحكومة تاع سيد الوزير الاول عبدالعزيز جراد واحنا معصبح كين دار الاستماع معال انطلقتها الاستماع دارنا هكذا واحد الحوصلة واحد وينسانتاز هكا ولا اونيبوتاز معانتها خلاصة تاع على حساب اللي وشفنا على الواقع بارسكو احنا رانا جراف بزيف من المواطنين ورامي الحكومة الرسائل المتتالية ورانا في حوار وكيما اقولوا تفاعل مع الشعب اللي من مختلف الشرائح تتلكوش معناها من الفوق 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 حتى اللي راهو غارق اني اغرق وهذا هو الصح لان جماعة اللي اني اغرق ما زلهم في الغارق ويتعلق الامر ببعض القطاعات اللي ما زلت غارق وما زلت تطلب النجدة وراكم شدتوا في كل يعني العنوين والجرائد وشنجيل على مستوى الاعلام يعني الحاصيلة بينات باللي كان بعض القطاعات ممشيتش بعض القطاعات ممبا ما قلعتش بعض القطاعات اللي ابدت شوية ارتياح وبعض القطاعات اللي نيغاتيف معنته سلبية من ورا هذا شعي سرا هنا نطرح السؤال هل يعني هنا الجريدة الحياة اليومية تطرح سؤال هل الايام المقبلة او الساعات المقبلة والله اعلم تكون كين شونجموا معنته تعديل ولا تغيير ولا ما المهم يبقى السؤال المطروح وكين حتى مختصين راهم قالوا وباللي كان بعض القطاعات اللي ما مشتش لازم ضخ دماء جديدة وحركية جديدة والناس اللي راي تخدم لازم تخدم بإخلاص وبتفاني وتمد المكسيموم على حساب احنا هذو الناس رانا تكن عليهم على حساب النظرة الاستشرافية اللي عندهم واش عندهم البرمامج اللي عندهم وكذلك تحقيق البرنامج تعال رئيس والبرنامج تعال رئيس اللي وعد بيه الشعب بعد الانتخاب تعال يعني الناس تسن الملموس وكين امور مشاتوا هنا هذا هو الحلقة او السلسلة اللي ما بين البرنامج تعال رئيس الجمهورية وما بين التنفيذ تعال برنامج كل واحد كيفاش ادلى بيدلوي وكيفاش اخدم ضرورة نعاود نرجع في البداية انتع الانستالسيون انتع هذو الوزارة شفناهم الاغلابيتهم في الديكلاراسيون تحهم كل واحد واش قيل كل واحد يعني واش وعد اه ضرورة الهضررة هي ميدان كل واحد يتحكم الاحساب واش قيل واش اخدم سيفري الكوفيد والكورونا عطلت شوية بصح كاين بنادم وين يبان قال لك الفارس عركبتو يبان الرجال كيما يقولوا عركبتع الفارس كيما قالوا مثله على ركبتو يبان هذي يظروك يوم الامتحان يكرم المرء او يهنظر وكنسناه في الايام المقبلة ان شاء الله نشوفوا النتيجة والرجل طيح اذا كان كاين تعديل معناه اذا كان كاين تغيير كل واحد على حساب واش قدم وهذي الرياكشن او الرياكشن راهي على الميدان ونشوفوا المواطن الجزائري ورانا شفناه ورانا قدمنا فيديوهات ومعانات وقطاعات وكل حاجة بالبرهانة ولا كيما ما الموضوع انتعى التعديل روحوا الى موضوع واحد اخر وعنده علاقة وعنده صيلة مع البرامج التنموية ويتعلق الامر ببعض المداشر والقراء التي لم ترن مهر لحد الان كاين مواطنين في ولاية لادريسا ولاية غليزان ولايدريسا سيد ياعزيز تبعى الى بلدية او دائرة ميزونة اجمعت الخير تميزوا التومة المواطنين الناس اللي باش تقضي حواجها ولا تشري ولا تروح ولا اللي يقرأ ولا المواطفين ولا العمال يروحوا حتى لشلف قالوا واذنك وراه يقالوا هاي وراه باش يروح يخدم باش يقضي سوالحو تميزوا يدخلوا لشلف باش يروحوا يقضي سوالحو لا تريك مخدومة لا غاز يعني غاز البيطان وحتى بيجيب غاز البيطان ما كيش الترانسبور وما كيش الترانسبور فسكو تريك محفرة لا أليمونتاسيو بالإلكتريسيتي معنة كوفيرتور تعقى على لندروة لا كادر دو في كريم لا تزود بالمية يعني مشاكل كبير النقل المدرسي المشكلة الصحة وهذا هو يعني البرامج التنموية ويعتبروا كذلك من مناطق الظل هذه قرية المواطنين رحوا للبلدية وطلبوا يشوفوا الشي رئيس الدائرة بكارنا نحكينا على المآري بتاع المواطنين وأهم الانشغالة تتحهم لكين أمور هدروها شبه مون عدمة وهذا حقهم وهذا رزقهم وهذه دولتهم وهذا برنامجهم الليدر الرئيس بس هنا نزلنا إلى الميدان هنا بيت القاسد هنا رأنا في الموضع ولكل مقام ما قال رئيس الدائرة رأي جاوبهم كل مشروع يقولوا ماذا رأي مسجلوا عن قريب إن شاء الله يكون حيز التنفيذ ولا سينفذ يبقى السؤال مضروح إلى متى تبقى هذه المعاناة ولو كان ما حسوش المواطنين وما انظروش ما يروحوش الرئيس الدائرة يطلبوه ويسقسوه يقولولو باللي ما كمش شايفين فينا ما كمش مستعارفين بينه ما كمش سامعين بينه خلاص ولا كمش يا جماعة الخير على الضوء واش حكينا البارح الشي اللي يصرى البارح وقلنا باللي الناس الروم بلي تاعة التراب يحطوه على حافة الطريق في الليل على جال ميتين ألف باسكو يروح يخسر ذيك الثلاثين كيلو متر ولا وخمسة وعشرين كيلو متر تدلوا من وقته باسكو ما عندوش الوقت ويربح ميتين ألف واذي كل ميتين ألف على جالها تروح يعني أرواح والناس تموت وكاي الناس اللي تروح لسبيطارات وحياتهم مضيع على جال ميتين ألف وهو يتفرش في التليفيزيو كيما يقول احنا نعيب على الزمان والعيب فينا وتلقاه يهضر ويكريتيك ومعجب ووالو وحتى هو يدير في المشاكل ونهل يتهدر معاه فإلا يشوف من الجزائر العاصمة الروحوين النفس المشكل براسك يتعلق الأمر بي يعني الخيوط هذو كتاع تريسيتي النحاسية اللي كابل هذو كتاع النحاس يتسرقوا مشي آفير الناس ما خلص ستريسيتي الواحد راح فيه دروح حتى تروح له تريسيتي الكابل النحاسية هذو كي انقلعوا شوفوا شي يسرنها يعني مداشر هذه العواشرية بوجغجالة هذه تابعة إلى بلدية السبت بولاية اسكيك دا عشرين يوم الناس عايشة عشموع احنا ذوك عدنا ما عدناش الضو مدت عشرين يوم وحنا وللظلمة الولاد لاقرايا للظلمة الحيوان شعنا نبه نربطوه في الليل ما نقدروش المرضى يباتوا يعانيهم غير لكان قوت تيها هكذا مش للظلمة وحنا في حالة ليعلم بينا غير ربي عاركم شدوا بكل واحد لا حول ولا قوة له يعني مشكلة واحد تشومر ضربت في رأسه حبي بزنس باي عيش خلينا من الزاقريسيون والسكروكري والفساد اللي رهو درجات أنواعها يعني الناس ولد ذوك مختصة كيفاش كيف مثلا باي يدير الثروة وباي عمر جيبه وباي ترفه وكي الناس رم رفهين ما الأمر هذا والتي الناس تروح في الليل تسرق الكوابل النحاسية ودبيحها يعني وتتطفر في المواطن المسكين اللي عايش ومش عارف وروح وقع وراها حتى يولي في الشموع ما تطفره في الناس الكبار يعني الأولية ما تطفره في الولاد اللي يقراوا ما تطفره في الناس يعني هكذا خلينا من الناس اللي ما عنداش تري سيتي في المداشر والقورة ولي ما عندهم مش المو ولي ما عندهم ش القاز وفي هذه الأيام تعشتا اللي رام ينقلوا القاز على ظهور يمكانوا وين ما يصيبوش زيت حتى تري سيتي بليس دو 20 جور نالي راح وشتكاو عند المؤسسات تعسون الغاز قالوا لهم ما نعودوش نديرو لكم يعني لاربريس تعليل تري سيتي حتى هذا يا والدخل راي عشرين يوم راي مرحل لشهر ولا كيفا كان بزاف بين الدعاة والباحثين في العلوم الشرعية والإسلامية أبدوا غضبهم من واحد الداعية والعالم الموريتاني هذا محمد بن الحسين والددو اللي قال بلي كيفا المريكان هذي وترومب يعني هذي الصحرار يرزقوا ولا رزق بيه بيه مباشرة يمدها تحت السيادة المزعومة انت المخزن بيه يديها هذا يعني غير مقبول ومرفوض قانونا وشرعا ويعتبر ظلم وفي هذا الأمر بيننا أو غير كما الحكومة المصرية ما حبش تستعرف وما حبش تدير الصفارة في الصحراء الغربية تحت يعني الصفارة كي تندير تاع مصر معناها راي مستعرفة بالصحراء الغربية اللي تبع للسيادة المزعومة انتع المخزنها وهذا هاي نقطة من غير عدة دول اللي ما رفضوا قالوا جامي جامي معناها انو هذا الأمر مش راح يمشي سواس ويمش مقنن رايحة للحس مش للدس هاو عالم موريتاني بيجي وارهم رايح دير لهم من نش ومش لقبهم العلمانها وتم العلمان تعال المخزن لو كان جيت علمو تعرفوا الحق وفي الشراء تقبلوا أمر كماذا هذا راه مرفوض وهذا راه من جيت رب العالم انو في الشراء حرام ياو بكري الفتوحات الإسلامية وشاكن صاري واذا ما يعتبرش باللي الناس تدافع على شرفهم وحقوقهم وارضم ولا كيف وتما كيف تفهموا شراء تفهمهم يعني الدولة تروح تصدم على الدولة وتدلها حقها بلسكو هي قوية عليها إذا ما وش ظلمه أجمعت الخير رامي بن سبعيني ابن مدينة قسنطينة واللي دير فتريكو التعول ماتريكول فانسينكا هو جزيري قلبا وقالبا راه لأب في أعرق وأكبر الأنديية الأوروبية يتعلق الأبر بالفريق الألماني بوريسيا موشين غلات باخ باس باخ نزيه أصيب بالمرض أو الكوفيد تعديزنا في اللي هو الكورونا والحمد لله راه تعافق يعني هنا نرجعو الأوريجين لما المدرسة الرياضية الجزيرية كيتمشي شوية سواسوا بعصرة في المية من إمكانياتها شوفوا واش تمت يماشين يولوك المدارس تتعنا مشاوة الملايير الممليارة هالأورور عندنا هنا ما نسحقوش سبونسور شدتوا يعني النتيجة الثمرة ولا كيفها هاوظروك هذا رمي بن سبعيني ألعب مؤخرا وبعد ما المدر بتاعه قال باللي والله غير نقولكم حاجة كيرانا نلعبه بلبة سبعين يرانا مفتقدينه وخاص فيها يعني عرف القيمة والوزن التاعه واش يوزن في الفريق يعني أخلاقيا تقنيا سلوكيا إبداعيا لما الفريق اللعب التاعنا يكون مدرب ومربي مليح ومكون مليحها وزاد مت حتى تمريرها حاسمة كالعب غير خمسة دقائق شدتوا الثمرة تعال نجاح كي المدرسة تخدم وتخدم شوية مليح كيفها روحوا للميدان انتع الفن والبيبلي تي سي والمشاهير ولو يعني كما نقوله مصدر انتع ثروة وتع بيبلي سيتي لبعض الصفحات اللي حبوا يدلوا البيبلي تي سي وهنا نرحوا للبروفيشيوناليزم انت هذا الصفحات اللي تحب تدير أسم الناس كتدير أسم تدير حاجة اللي تفيد ويستفادوا من هالناس وتعرف هالناس وهنا نعود ونرجعوا لواحد الموضوع احكينا عليه ذيك النار نال يقولنا بيبلي بعض الصفحات راهي تورط ناس وتجيبهم وتستدرجهم ومعتي ليدخلهم في حيط وخسرهم في جيوبهم وفي بعض الأحيان حتى توصل إلى ما لا يحمدوا عقباه اللي يمات هذو اللي فاتوا داروا إشاعات على الفنان الجزائري الشاب خالد وقالوا عليه بيلي مات يموت شروا إن شاء الله ربي يطيه طول العمر وراه قاعد مع ولداته ولبس به السيد وقالوا بيلي كان راح يدير حفلة وشوف حتى جاروا له سيناريو مما يظهر كم يقولوا الحالة بيلي في بعض الأحيان كان بعض الصفحات راح يدير ويشيات وتهضر على الناس وهما مكيش منها يعني الهضر عليهم وحتى المتلقي كي يقرأ لازم يتأكد هنا نقدر نقولوا بيلي بعض الناس مثلاً في اللي ينوموا ولا شوفوا أكثر ما يعجبوش في التليفزيون يحب ينتقب منه راح يدير عليه حاجة ومثلاً يدير عليها بلية ويحط عليه الحطاية كي ما يقولوا العجيز يحطوا الحطاية على الواحد بكري كانت غير لهضر أكذا في الشوارع وولقها ويضروا وكلت في البكسبوك ويأطوها لوفيسياليزازيون تولي رسمية كان يقولوا عليه سرق كان يقولوا عليه درحة أمور ما يتقبلهاش العقل كي نصوالح ما نقدروش نحكو عليها سيغرافي كتاستروفيك معناها بندم هلا لازم يتأكد نعود نرجع لذا كل اللي عنده حق الدفين وكم تعارفوا جماعة الأحقاد اللي موش قادر يواجه حاجة هكذا ويروح مثلاً فنن ما يعجبوش يدير عليه هضرة وحتى الناس اللي ديروا التعاليق أو ليكمونتير باش ما نيش عارف كين لحغاية في نفسي يعقوب حق الدفين يعبر عليه وموش دير مين بأسمه وحدهم سمي روحوا جوزاف وحدهم سمي روحوا جوزيبين وحد كل وحد سجرة وحد تركتور وحد كولور وحد وهم سمي نروحهم أسامي مستقنا حتى ما عنداش علاقة حتى ببلادنا أوكي ليازان وتلقاه يشتم ويسب في هذا الفنانين أو المشاهير أو حتى علماء أو حتى أدباء أو حتى صحفيين شدتوا يعني المستوى المنحط اللي وصلنا ليه على هذك قلوب اللي هذا البكسبوك يعني خلي الجهل مشي الأمي حاشا الأمي بسكو الأمي متخلق قال لك فالناس هذا حظه علم وذاك مان وذاك مكارم أخلاقي والعلم إن لم تكتنف شمائل كان مطية الإخفاقي ولا تحسبن العلم ينفع وحده إلا إذا لم يجرد ربك بخلاقي هاكذا قال الشعير أحمد شوقيا يعني هنا نعود ونرجع للموضوع كي وحد يحب يدير دراهم ويدير بيبليتيسي والناس تنعرف عليه مشي هذي كالطريقة تح خالف تعرف يروح يشوف فنين جزائري ولا عالمي ولا ويكتب عليكيش حاجة والناس تتبعوه ويأمنوه وتنطلق الهادرة وكين نقولكم حاجة كين بعض الناس داروا عليهم والهدرة قالوا ما تمت والصحة فاهمون هذا الآفار كيف ولا كيف لا لا هذا الهدرة كين منها ولا لا المهم عزيزي المشاهدين لحقنا إلى نهاية الحصة بعد ما حكينا في الموضوع الفن والفنانين والثقافة وكل النهار كين موضوع اليوم راحين نحكي على وحد العائلة التي رزقها رب العالمين على يعني على غرار كل العائلة الجزرية وكل واحد اللي ملحقناش الميساج التعو رانا لحقنا الميساجو يعني هذه ترپريزونتي كلش العائلة هابت اللي رزقها رب العالمين ب ملائكة ربي يعطيها موفور الصحة والعافية والخير والله ومجعلها من حفظة القرآن وإن شاء الله تكون عالمة وتكون حاجة في المستقبل إن شاء الله اللي هي الملائكة التقوى ربي يستره ويستره العائلة تحى بمدينة جندل وجدهم وكذلك يعني العائلة مكونة من الأب والأم العائلة الأم كذلك بمنطقة عائلة الشيخ وتحية كبيرة إلى مدينة عائلة الشيخ واش راكم مغاية ولبز وكشف لحو راكم فرحانين الحرث المرة هذه جا مليحة العامرة هاي إن شاء الله الثمرة تكون مليحة كذلك جند المنطقة في لحية بامتياز ورانا شكفونا هضروع لكم المهم الباركة إن شاء الله في عائلة هابت والعائلة أبو نعجة والوالدين كامل الراشيد اللي رب يرزقوا بهذا البنت الله يبارك عليها البمبونة واخوها كذلك واخدها تسنيم ربي يحفظها وإن شاء الله الخير القدام إن شاء الله ربي يرزقهم والخير والبركة للجدة والجدة اللي منا واللي منا ربي يبارك لهم في عمارهم وإن شاء الله دايما نفرحوا بعائلتنا وبالجزيرة تعالى التي تنجب الرجال وتنجب النساء اللي يكونوا خير كما يقولوا خلف لي خير السلفة أعزائي المشاهدين الحقنا إلى نهاية الحصة والمرة اللي عدت واحد تكلمني مباشرة من واحد المستشفى كان مريض بالكوفيد وقال لي باللي كامل للمرضى وربي يشفيهم ما ربي يشفيهم إن شاء الله يعودوا ويقول لي وساني مين غاني مين قال لي والغير كامل يتبعوا براميجكم ولما تجي حصة شني شني شو وكي قلت ربي يشفي المرضى قالوا لي طلع لهم المورال وهذا هو الصح ربي يشفينا ويشفي كل مرضانا أينما كانوا سواء في المستشفى في المستشفى أو اللي رام كون فيني في الدور تاحهم ما ننساوش الصفحة التاعنا البكسبوك التاعنا ما ننساوش كل واحد بأسمه اللي راي تبع فينا الحاجة والحاج واتوني ما نحتاج دعوة الخير يالي راي صار راي فينا تير في البيرو ويدر عليها الرابور المهم نتلقى وفي ساعة خير إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ثانميرث اتومورو وفي لمان إن شاء الله اترخل واحد حى هي شني شني ديك الثقافة هي داني داني راحت الفكرة هي شني شني ولتها خافة هي داني داني ياراها دلفة هي شني شني والموت مبيوع هي داني داني شكوى للفيفا هي داني داني نفكي بالدموع هي شني شني بيستو معريفة هي دور دور والعرس منور جيبوا البطاطا وخروف مصور إن جنين جنين